على هامشي زيارتها الميدانية لمشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاختصادية مريم العقيل إنجاز أكثر من 36% من أعمال هذا المشروع الاستراتيجي المندرج ضمن مشاريع الخطة التنموية للدولة وخلال الزيارة اطلعت الوزيرة العقيل على سير أعماله الإنشائية متوقعة الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنية المقررة في شهر أغسطس من عام 2022 بتكلفة تبلغ مليار و300 مليون دينار كويتي